يعني مشاهدين دعونا ننتقل أيضا إلى كريم بيبرز وهو موجود أيضا هناك بمدينة العالمين الجديدة وبعد التحية كريم يعني هل لك أن تنقل لنا حجم المشروعات والإنشاءات الجديدة بمدينة العالمين وإلى أي مدى تعد مدينة متطورة جاذبة للسياحة طوال العام نعم بالفعل ربما ما ذكرته الآن هو خير دليل أو ربما هو يعني الكلام الأمثل الذي قد يعبر عن حالة هذه المدينة التي اختلفت تماما عن خمس سنوات من الآن منذ خمس سنوات كانت هذه المدينة صحراء جرداء حرفيا لا يوجد بها أي نوع من أنواع الإنشاءات كانت مجرد صحراء بها بعض الألغام القديمة التي كانت ربما في بعض الأحيان تودي بحياة الناس ولكن بعد قرارات الأخيرة التي قامت وأنشأت هذه المدينة انتقلت هذه المدينة لفئة أخرى تماما حيث تحولت لمدينة سياحية ساحلية جاذبة وأصبحت قبل رئيسة لكل عشاق الساحل بشكل عام الساحل هنا يمتد منذ الساحل الشمالي الإسكندرية والعالمين والعالمين الجديدة العالمين الجديدة الآن وصولا إلى مرسى مطروحة لكن هذه المدينة كان لها وسيكون لها الآن والمستقبل طابع خاص لماذا سيكون لها طابع خاص لأن التطور الذي حدث على أرض الواقع من الإنشاءات سواء كانت الأبراج التي بدأت بها كانت ثلاثة أبراج في البداية فقط ثم وصلوا إلى ثمانية أبراج الآن الإنشاءات انتهت بشكل كبير وصلت من سبعين بالمئة إلى مئة بالمئة في بعض الأماكن التصريبات الخارجية ولكن أيضا هناك مدن خاصة داخل هذه المدينة مثل المدينة الترفيهية هذه المدينة الترفيهية ربما التي تحتوي على عدد كبير من المباني ما يقرب من سبعين مبنى جاري العمل عليهم داخل هذه المدينة مدينة الترفيهية داخل العالمين الجديدة ربما على سبيل المثال دار الأوبرا التي ربما تحتوي على أماكن أو تسع لألف ومئتين شخص تقريبا وأيضا المسجد داخل هذه المدينة والكنيسة والمكتبة ربما هذه ربما سمات معينة تعبر عن الشعب المصري بشكل عام ولكن أيضا بجانب التعبير عن الشعب المصري هناك أيضا الجزء الخاص بالحفاظ على الهوية المصرية من داخل هذه المدينة عن طريق دار الأوبرا عن طريق المكتبة التي ستعرض سيتم عرض فيها هذه الأفلام المختلفة والموسيقى والتاريخ المصري وبشكل عام وأيضا نظرة خاطفة دائما حول العالم والتاريخ العربي والتاريخ العالمي بشكل عام هذه النقطة إذا تحولنا أيضا للطرق فهناك طفرة نوعية في الطرق لأن مرتدي السحل الشمالي دائما مكانوا يعانون من فكرة الحارات المرورية التي كانت ربما أيضا تؤدي إلى العديد من الحوادث وخصوصا عدم التنصيق الذي كان يؤدي إلى الحوادث الآن تم تنصيق هذه الحارات المرورية وبالفعل كان هناك تطوير كامل في الطرق بشكل عام سواء الطرق الرئيسية أو حتى الطرق الجانبية هناك أيضا نقطة هامة جدا وهي النقطة الخاصة بالشواطئ الشواطئ هنا في العالمين الجديدة تستقبل جميع الناس جميع الشعب هناك الشواطئ الخاصة بفندق الماسة أو الفنادق المختلفة الخاصة بالعالمين الجديدة ولكن أيضا هناك الشواطئ المجانية التي تستقبل المواطنين من مدينة العالمين وأي كان مرتاد لطريق الساحل الشمالي يستطيع أن يتوجه لهذا الشواطئ ودما تحدثت أيضا مع المواطنين في الشارع هنا وتحدثت وسألتهم عن حجم التطور والاختلاف بالفعل الجميع أقر بأنها طفرة ونقلة نوعية فيما يتعلق بالإنشاءات وأيضا أنها متاحة للجميع حتى الشواطئ متاحة لجميع فئات الشعب المصري بلاستناء بالطبع وهناك أيضا ميزة خاصة أنها بالمجان في بعض الشواطئ الخاصة للشعب بشكل عام هذه النقطة إذا تحدثنا أيضا عن اللقاء الخاص كما ذكرت الزميلة العزيزة رهام وكما ذكرت أيضا هذا اللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح سيسي بأشقاء العرب وهذه اللقاء الذي جمع خمس بلاد عربية داخل هذه المدينة له مدلول خاص أيضا وهو مدلول التكامل العربي والتكامل الاقتصادي للتنمية المستدامة ومواجهة جميع الملفات الخاصة بالعرب بشكل عام والاتواج العرب من القضية الفلسطينية من أزمة الحبوب وغيرها من القضايا التي تواجه العالم بشكل عام ولكن توحد بشكل خاص للدول العربية ملفات خاصة وأيضا ملفات الخاصة بالصناعة والشراكة الصناعية إذا تحدثنا عن هذه الملفات سنقول ونقول فيها ولكن ربما هذه نظرة عامة عما حدث وتطور داخل هذه المدينة الجديدة وخصيصا إذا ذكرنا أيضا الجزء الخاص بالعالمين الجديدة وهي مصابقة أو سباق الهجن كريم فيبرت مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة وكان معنا أيضا على الهواء مباشرة موفدة التلفزيون المصري ريهام أديب كنتم معنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لكما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة